إصالوا الانترنت إلى بعض نقطة في عمق ولاية تيارت بتقنية الجيل الرابع رهان اتصالات الجزائر في الولاية التي حققت إلى غاية اليوم رقما مقبولا من أجل فك العزلة عن المناطق الظل التابعة لولاية تيارت حيث تم إنجاز خمس محطات للجيل الرابع كاتجي ألتيو خلال السنة الجارية في سنة 2020 ليصبح العدد الإجمالي لمحطات الكاتجي أو الجيل الرابع 75 محطة تغزوت حيث خلوة بن خلدون بفرندة والقرشة بتخمارت عند مفترق الطرق نحو ولايات مجاورة سعادة بوصول هذه التقنية دعونا هذا الانترنت واللينا غاية وليبس نقع فيها فيها يوتيوب وفيسبوك وكل شيء تكون فليكسو كما نقوله في الكعجية تبقى خير ولكونيكسو في البرتابة ثقيلة بزيب بسعفل كيف تقولها بلاحة دواوير في عمق الريف حققت بعضا من متطلبات التنمية لتدخل عصر الانترنت وكذلك لحياء الفقيرة في عاصمة الولاية عين مصباح لها وصلت لها الجيل الرابع بفضل الاتصالات وبفضل المخطط الوطني من الجهودات التي قامت بها السلطة وصلت لهم وصبحوا مثل عاصمة الولاية استثمارات الدولة في الاتصالات لفك العزلة في شكل الآخر ترافقها التوعية بجدوى دائرة الضوء للخروج من بقعة الظلام